لماذا الولايات المتحدة تدعم هذا الكيان رغم أنها تعرف أنه يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم ضد كل العقل وجرائم ضد الأطفال وتجوي لأنها تخشى أنه إذا لم ينتصر هذا يعني أن المقاومة لم تنهزم يعني أنها انتصرت هذه المقاومة ستسري في روح الشعوب والشعوب غاضبة الشعوب غاضبة فهي معطلة وكثير منهم مجوع وأبناءهم لا يجدون لهم عملا وكثير من أبناءهم لا يجدون إلا لادروك تتباع والمدارس فاشلة والجامعات فاشلة والمستشفيات فاشلة تحدث خاصة على الشمال الإفريقي وبعض دول آسيا إذا استثنينا شوية ثلاثة أو أربعة دول خالجية حتى السعودية الأوضاع سيئة جدا إذا استثنيت الإمارات وقطر إلى حد ما قد توضيف لهم عمان والكويت إلى حد ما حتى السعودية وقطر والإمارات مليئة بالمخدرات لكن جزائر أو مصر أو اليمن أو السودان أو سوريا أو ليبيا أو ضاع بائسة بائسة جدا فأنت إذا هؤلاء وكلاء هم جواسيس وعملاء يخدمون هذه الأنظمة السلطة يسمحون لهم بأن يكونوا في السلطة مقابل إفشال البلاد مقابل إضعاف البلاد إضعافها سياسيا عسكريا اقتصاديا استراتيجيا أخلاقيا علميا ترباويا إضعاف شامل لدينا حكام هما عندهم أسلحة الدمار الشامل ونحن وضعوا لنا حكام الدمار الشامل من أسلحة الدمار الشامل لدى الغرب ولدى القوى الكبرى عموما هو صناعة أنظمة الدمار الشامل القائمة في أوطاننا حقائق مرة كل يوم نعيشها على درجات متفاوتة طبعا كايلي لبس عليهم وحتى هذو اللبس عليهم والله كثير منهم يكتبوا لي يقولوا لي حتى في الجزاركي عندك خمسمائة مليار وتعود عندك عشر سيارات وتعود عندك خمس فيلات وتعود عندك رايح تغرق في وتغرق مع البراجات وتغرق مع الحقرة ولو كما يعود عندك واحد اللي يحميك كل يوم عندك مشاكل وتغرق في اللي مالية الشوارع وتقولوا لو كان تعود باش تروح للمستشفيات تغرق والجامعات كارثة حتى اللي عندهم المال لم يعودوا قادرين على الحياة في البلاد فما بالك المجوعين والمفقرين والمعطلين والذين يعيشون كسر دين في غرفتين او ثلاث غرف وهما ستة سبعة ثمانية تسعة عشر اشت اشخاص هذو محظوظين مرات كين حتى هذيك انتع غرفتين او ثلاثة كسر دين اللي مع او ما عندهمش بكل اسف والم